السلام عليكم. اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد. فيديو جديد ان شاء الله. آآ هنعمل الكيكة بطريقة حلوة. آآ معي طبعا المقادير بتاعتنا اللي هي الدي ايه نشا. آآ كاكاوة. وحتى طبعا اللي هو ايه آآ في كاكاوة بحط ارفة وبحط نسكة فيه. وزيت. الثلاث معالق زيت. الثلاث معالق زيت. اربع بيضات صغيرين البيض البلجي او لو ما فيش البيض البلجي بنحط اتنين كبار البيض الكبير. يعني اربع صغيرين اتنين كبار. حضر بقى المضرب البيض والاضرب. وحقول لكم وانا ماشي بردك بالمقادير تاني. تلات معالق زيت. تلقت اربع بيضات صغيرين او اتنين. نضربهم كده في المضرب. هنحط ده انا حط لك كوبية ونص من المقدار دوت اللي هي المج. كوبية نشا. معلقة واحدة كاكاو. اه نص نسكة فيه. اه واحد بيكين بودر مش حتى اه فانيليا عشان اللي فيه حاجات تانية اللي هي النشا والا كاكاوة والحاجات ديت بتعمل البتغير بتعمل فيه حاجات تانية فمش لازم اللي هي ايه? الفانيليا. نص كوبية لبت. نحضر بقى الثواني اللي هحط فيها وكونوا طبعا مقلبة كويس. العجينة هي معي. انا قلبت بس اما حاجة بالمضرب اللي هو البيض وبعد كده عملت عايدي بالسباتيولا. بقسم العجينة في الصنيتين دولت عشان حعمل حاكتين. سواني الفوية اللي عايدي او سواني صغيرة عندك زي ما انت عايزة. انا عندي من دولت فبعمل فيهم يعني. واليوم غطى وكل حد. اقسم كويس الاتنين على قد دولت وبحضر معي حامل بالشعرية. الشعرية انا بحمرها. بسيبها ما عندي. بوريكم اللي هي الشعرية العادية اللي انا بستعملها لي الكياس دي زي المكرون. طبعا تي متحمرة. الشعرية متحمرة. مش ناية. بحطها فوق الوشة الصينية اهي. وبدخلهم الفرن هما الاتنين. كوباية من نص دقيق. ربع كوباية اللي هو النشا. واحد بيكين بودر. معلقة اللي هي الكاكاو الفتحة. وربع معلقة نسكة فيه. ورشة بانيليا. اه مش بانيليا. رشة اه اه اسمائي دي. اوليكو الاول الصواني اهي. اعطيتها في الفرن اهو. بحضر بقى اه معي اللي هو اللبن اللي هو المكسف المحلق. خدت منه معلقة كبيرة. وخدت معلقتين من اللبن العايدي. اخرى من اللي هي الكاكا. وبحط ايه? الحاجات اللي انا عامليها اللي هي اللبن المكسف واللبن العايدي. بحطوهم اهو فوقيها. بعد ما بتطلع من الفرن. وبسيبها تشرب المقادير ديت مع بعض. بتبقى طعمها جماعة حكاية. اما حاجة في الديت بحط الشعرية. الشعرية ديت بتبقى متحمرة. يعني اه تقريبا مستوية تلات تربع. بتشرب بقى اللبن المكسف دوت. بحضر حاجة تانية اللي هو المكعبين شوكولاتة. آآ معلقة كاكاوة كبيرة. بحط معاهم لبن. ده دي الشوكولاتة اللي انا قدت مستعمل ايها. ده مكعبين منها وبعدين آآ شوية لبن اللي هو العايدي اللي هو اللبن معلقتين اللبن. او شوية كده زي ما احنا عايزين. انا كل ده حاجة صغيرة يعني عشان اه احطهم في الميكرويب او في الفرن لو انا مولعي. يسيحوا بعد كده حطيتها من فوق الوش بعد ما تطلعت طبعا الكيكاية التانية اهي. حكتب لكم المقادير في الصندوق الوصف. بس بها بقت معنا بساقل ما دي طلع من الفرن بزقيها الحاجات دي ايه. وبعد كده بس بها شوية. ده الشكل اللي نهائي لها. بقتع بقى من اللي فيها الشعرية. الطريقة دي مش بتاعتنا هما بيحطوها الباكستين اللي بيحطوا الايرانيين بيعملوها. بس بتبقى عندهم مقارونا كده معينة بيحطوها. مش مش الشعرية بتاعتنا. عشان كده انا سويتها اكتر يعني. هما بيحطوا المقارونا بتاعتهم من غير تسويب. وانا حفمرتها على اساس تبقى عندنا مقارونا اللي بتبقى نشفى شفاية. ده المنزر بتاحها مع كوباية شاي وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناة نسوس وقناة منزلية بسيطة وانيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.